السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحلى أخوات في العالم شرح اليوم بناءنا على طلب أحد متابعين القناة إنه عايز طريقة ينقل بها الملفات من التليفون إلى الكمبيوتر والعكس طيب قبل ما نبدأ ونشوف شرح اليوم لو حضرتك أول مرة بتشوف قناتنا على اليوتيوب أكون سعيد الحظ لو حضرتك اشتركت في القناة وفعلت زرار الجرس علشان يوصل لحضرتك كل جديد وأتمنى من كل إخواتي وأصدقائي مشاركة الفيديو علشان المعلومة توصل للغير وخلونا كده نشوف الطريقة خطوة بخطوة أول حاجة من على تليفون حضرتك التليفون هنفتح متجر جوجل بلي وهنزل التطبيق ده وي فاي اف تي بي دابلو اي اف اي اف تي بي طيب دي مهمة التليفون هننتقل مباشر على الكمبيوتر هنفتح المتصفح بتاعنا بالشكل ده وهنكتب في المتصفح فايل زلة فايل زلة هندخل الموقع الاولاني بالشكل ده وهنيجي على اليسار المكان اننا بشاور عليه بالموس هنعمل داول لود وهنعمل داول لود وبعدين داول لود وبكده نزلنا الفايل زلة في سواني بينزل معنا وطريقة التسطيب سهلة جدا هاو طيب بعد ما بينزل معنا يعني بينزل البرنامج دي بتكون ايكونة البرنامج هنعمل له نيكست 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 وخلاص تسطب معنا طيب سريعا كده احنا عملنا ايه فتحنا التليفون نزلنا البرنامج جينا عالكمبيوتر نزلنا دا وانا كده كده نسطب البرنامج عندي دي بتكون وجهة البرنامج زي ما حضرتك شايف هنبتدي مباشر كده نفتح البرنامج على التليفون بعد ما حضرتك بتفتح البرنامج بالشكل ده هضغط على فتح دي ما بتكونش البيانات ظهرة يعني اول ما بضغط او بفتح البرنامج بضغط على استار علشان يجيب للبيانات البيانات ديت اللي هننقلها على الكمبيوتر واحدة واحدة احنا بننقل ايه على الكمبيوتر من اول 192.192.168.1.11 بيتبقى اربع ارقام في الاخر هنعرف هنعمل بيهم ايه طيب وجهة البرنامج على الكمبيوتر سهلة جدا هنا الايبين اللي احنا ذكرناه من شوية اللي هو 192. اهو 192.168 192.1.1.11 بناخد الاي بي ده وفي مكان الهوست بننزل الاي بي اخر اربع ارقام هنحطهم في مكان البورد اللي هو 3 اتنيات واحد 3 اتنيات واحد يبقى هنا الاي بي هنا البورد كده الموضوع يعني واضح وسهل والدنيا سهلة الجميع. هنبتدي نضغط على بعد ما بضغط على يعني بيحدد لي او بيكشف لي الجهاز كله زي ما حضرتك شايف. طيب من باب الامنة في الشرح اول ما بضغط على بيظهر لك مستطيل صغير بتعلم على المستطيل الصغير كده علشان ما يظهر لكش في كل مرة يعني انت بتعلم عليه المرة واحدة وبيظهر لك هنا كل محتويات الجهاز. ولو انا قبرت كده بالشكل ده ودخلت على محتويات الجهاز دي محتويات الجهاز بتاعي لو انا دخلت مسلا على الكامرة بلاقي هنا الفيديوهات بتاعتي قادر احدد على الفيديوهات بالشكل ده واسحبها دفعة واحدة. طيب خلونا كده نشوف تجربة بشكل سريع. انا هسحب كده اي فيديو هوت هبتدي اسحبه كده واعمل له افلات على الكمبيوتر. كل اللي انا عملته سحبته واديته على الكمبيوتر. هتبتدي تظهر لي هنا اشارة من تحت ان هو بمجرد اهو لسه بتكلم هوت اهو بيجي لحضرتك شريط كده يعني بيعرف حضرتك الفيديو ده فاضل له قد ايه ويتنقل وبمجرد ان هيتنقل هيجي لك اشعار مباشر هيقول لك ان الفيديو ده اكتمل نقله او التحويل تم بنجاح. وده اللي هنشوفه دلوقتي مع حضرتكم. نفس الشيء نفس اللي انا عملته سحب من التليفون للكمبيوتر هنعمله سحب يعني من الكمبيوتر للتليفون. فالموضوع سالس جدا ومن غير كابل ومن غير اي تعايدات اهو. زي ما حضرتك شايف هو هنا الفيديو بدي ينزل معي وبعد ما يكتمل هينور معي هنبقى شايفينه يعني. بمجرد بس ان يخلص معنا اهو. لسه بنقول اهو للتحميل هنا بيقول لك ان النقل اكتمل اهو. ده الفيديو هوت زي ما حضرتك شايف اهو. لو جيت فتحت اهو. يعني زي ما حضرتك شايف كده اقدر برضو ارجع الفيديو طبعا انا لو رجعت الفيديو هيقول لي ان الفيديو متقرر. فانا هاضطر ان انا اعمل يعني للفيديو بالشكل ده. واروح اسحابه كده وبرضو اعمله افلات ونفس الشريط هيظهر معايا بمجرد ان يخلص معايا هيقول لي تمت عملية النقل من الكمبيوتر الى التليفون. الموضوع سهل جدا. وبكده يكون انتهى شرح اليوم. اتمنى ان انا اكون افدت حضرتك ولو بمعلومة. ولو استفدنا بمعلومة ياريت ندعم الفيديو ده بلايك. اشترك في القناة علشان يوصل لحضرتك كل جديد. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشترك في القناة علشان